السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا اصدقاء? اتمنى يا ربي تكونوا بخير. اهلا بكم مع احمد صالح. بلقاء جديد بتصميماتنا عبر برنامج الباوربوينت. كمان اليوم راح نقدم تصميم لانترو احترافي. او فينا نقول نحن مدخل لاي او عرض تقديمي انت راح تصممه. سواء كان سلايد او صورة يعني جاهزة. او شريحة فقط جاهزة. او ممكن تعمل منها شوية لحتى يكون معبر عن انترو لمدخل لمشروعك. كيف ممكن نحن نصمم اشكال احترافي او انترو احترافي او مدخل لمشروعنا بشكل احترافي وبأدوات جدا بسيطة. وطرق جدا نورمل وما بتاخد منها الكتير من المهارات. هاد راح يكون محور لقائي معكم اليوم. احباب القلب لو تكرمتم ضغط مفتاح اللايك مباشرة وترك التعليقات لاي احتياج بتشوفوا ان ممكن نحن نحسن نقدم ونحسن من جد المحتوى فانتم معوى الرئيسي لهي القناة. وايضا اذا كون ضيفي جديد على قناتنا منتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. ولا تنسوا دعمي على قناة حكاية شغف اكون جدا ممتن لحضراتكم. ويلا مباشرتان حتى نبدأ بالقانا لهذا اليوم. اهلا بكم احبائي مرتاني. رح نصمم باختصار سلايد احترافي نعمل فيه شوية نعبر عن مدخل او مدخل مشروع. مدخل درس تعليمي او مدخل لاي تدريب انت رح تقدمه. شريحة افتتاحية بطريقة جدا ابداعية. رح نتوجه الى قناة الادراج ومن اشكال رح نختار مستطيل. وبنكر مع السحب لحتى نرسم مستطيل معي بهيدا المساحة. انكر باليمين بتوجه الى تحرير النقاط. اصدقائي رح نضع المشارع بهيدا النقطة. اي نقطة تقريبية يعني ما عندك مشلفية. انكر باليمين وبنختار اضافة نقطة. اضافة نقطة. لحتى تصير في عندي نقطة تانية. رح انكر عليها وبسحبها للاسفل. ولا يكون معي مسلا بهذا الشكل يا اصدقاء. برجع بنكر عليها باليمين وبختار بدل ما تكون نقطة زاوية او نقطة مستقيمة بنختار نقطة متجانسة. لحتى تعطيني شو? هذا الالتفاف. رح نجي على النقطة العلوية اللي هون بنكر عليها. وهذا المقبض بنكر عليه. او الساعد طبعا. وبسحبه لهون لحتى يعطيني هذا الانحناء. نفس الشيء باجي على النقطة المقابلة. وبنكر مع السحب لحتى نحن نجهز موضوع او نزبط موضوع. الالتفاف والانحناء يكون معنا بهذا الشكل. الان هاي دا النقطة فينا نحركها. واللي يكون معاي مسلا. يعني جميل جدا هذا المكان. بنكر باي مكان خارج الشريحة. او خارج الشكل ما عندي في اي مشكلة. برجع بحدد شكل مرة تانية. وبختار من اطار لالو بدون اطار. بضط على مفتاحي كنترول زائد ديل حتى نعمل شكل تاني وخلنا اللونه باي لون. واللي يكون معي مسلا بهذا اللون. وبنختار لالو نقل الى الخلفية. لا يكون معي. وين? خلف الشكل الاولاني. تمام. الان بعد ما وضعنا بهذا الشكل بنرجع بنكر باليمين عليه وبنختار تحرير النقاط. النقطة يلي هون رح نطابقها مع النقطة الاولى. للشكل الاول. يكون معي هون. ونفس الشيء النقطة التانية المقابلة. رح نحركها للاسفل شوي. اللي تكون معي بهذا الشكل. هاي ازا حبيت حركها للامام شوي او للاعلى شوي عفوان. تمام? حتى يكون التداخل واضح معنا. رح نتوجه الى ادراج ومن الاشكال رح نختار ايضا المستطيل. ورح نرسم مستطيل على قدر مساحة الشريحة بالضبط. بختار لالو بدون اطار شكل. وننقر من اليمين وبتوجهي لتنسيق الشكل. ومنقوم بتعبئته بصورة. وبيكون نحن مجهزين الصورة عنا على جهاز الكمبيوتر او من احد المواقع فيك تحمل اي صورة. رح نختار نقر الى الخلفية لتكون معنا صورة وين? بالخلفية. الان هذا الشكل رح نلونه باللون الابيض. تمام? والشكل هذا رح نختار لالو تعبئة متدريجة. ورح نختار معنا مسلا من لونين. هذا اللون الاول خلني اختار من الوان اضافية. خلني اختار وليكن هذا اللون. وعندي اللون التاني. نرجع الى الوان اضافية. الى قياسي وخلني اختار لون مقابيله وليكن بهاد اللون. لحتى نحصل الان على هذا التدرج بها الشكل هذا. رح نحدد الشكلية بعضه البعض. ومنتوجه كمان الى تنسيق الاشكال. ومنتوجه الى التأثيرات. ثم نختار ظل الى الاعلى. ظل الى الاعلى. منقلل شوي شافية. وضعبية رح نزيدها شوي. تمام? والمسافة ازا حبيت نزيدها شوي. حتى الظل يضح معانا متل ما انا شايفين بها الحتة يلي هون. ونفس الشي يلي هون. طيب اصدقائي. نحن محتاجين نعمل شوية اكتيف او انيميشن على الصورة بالخلفية. فخلنا نوضحها على الشكل التاني. اول شيء خلني اختار شريحة جديدة. ورح ناخد الصورة اللي بالخلفية كنترول زائد سي. ورح نجيبها لهون كنترول زائد في. اصدقائي. خلني اعمل شوية عزل لبعض الابنية الموجودة هون. لحتى نعمل تركيب للطبقات ونعمل اضاءة بين البنايات الموجودة. آآ بهالمكان هون. فبتوجه الى تنسيق. وبنختار ازالة الخلفية. اصدقائي بهالشكل هاد رح انقر واسحب لحتى نضيف نقاط عندي بهذا المكان. ورح نضع اشارات بعدم ظهور او بازالة بعض الابنية العلوية. متل ما انا شايفين. بالضبط الابنية العلوية. تمام بهذا الشكل يا اصدقائي. يعني فقط انا محتاج اني اظهر الابنية الاقل ارتفاع. تمام? اللي اقل ارتفاع. خلني كمان ازيل هادا المنطقة اللي هون. تمام وليكن معاي مسلا بهذا الشكل. خلني اختار الاحتفاظ بالتغيرات. نعمل لالا اقتصاص حتى نقص كل المساحات الفارغة. لحتى ما تعزلنا في موضوع التحديد. تمام. رح تفص في الان بهذا المكان. ما عندي مشلفية. رح تكون معنا جازة. رح ارجع الى شريحتي. الرئيسية. ونبدأ على الشكل التالي. رح نتوجه الى ادراج ومن الاشكال رح نختار شكل شبه المنحرف. وبنكر مع السحب لحتى ارسم هذا الشكل بالضبط. خلي نختار لالو بالاستدارة انعكاس عمودي. وبنختار لالو بدون اطار. وبنكر باليمين. وبنتوجه الى تنسيق الشكل. وبنعمل تعبئة متدرجة. لكن عندي اياه اللونين رح يكونوا عندي اياهن ابيض هذا اللون الاول. وهذا اللون التاني. اللون العلوي رح نعمله شفاف بنسبة مية بالمية. وهذا رح نخفضه كمان شوي. لحتى يكون معي شكل الاضاءة. متل ما انا شايفين. بالضبط يا اصدقائي. شكل الاضاءة. الان اصدقائي رح ناخد الرسم الى هون مشان تكون واضحة معنا. تخيل معي لو انا بدي اعمل التفاف للشكل او تدوير للشكل. رح يكون في عندي نقطة مركزية لالو. تمام? طيب بمعنى انا لو توجهت الان الى حركات. واخترت لالو تحريك الدوران. هذا هو البرم. تمام? لحظ كيف عمالي بيدور من مركز. تمام? انا محتاج. انا محتاج. نقطة الارتكاز تكون عنديها بالقاعدة. تمام? ولما تدور الاضاءة اليمين واليسار. هذا المنطقة السفرية من هون ما تقوم بادارته. فلا هيك كيف ممكن احنا نجهزها او نزبطها? رح اختار كنترول زائد دي يعني تكرار للشكل نفسه مرة تانية. وبختار لالو من قائمة التنسيق. من استدارة انعكاس عمودي. تمام? رح طابق الشكلين متل ما انا شايفين بالضبط يا اصدقائي بهذا المكان. وبنعمل نقطتين شفافات مية بالمية. بحيس انه ما يبينوا الشكلين. يعني هاد الشكل بالاسفل هو ما يبين اطلاقا. تمام? اضغط مع الشكل العلوي بختار كنترول زائد جي. يعني بنعمل لقلهم شو? جروب. لاحز الان احنا لو نقرنا وسحبنا. تمام? شو اللي رح يتحرك? رح يتحرك معي الجهة العلوية. تمام? يعني الجهة المقابلة له ما رح تكون من بينه. ونحن بيكون عدان نقطة الارتكاز لهذا الشكل. مركز الدوران بالضبط. وصار معي مركز دوران في المنتصف. الان رح ناخد الشكل لهون. خلني اضع الشكل هون. تمام? لاحز الان احنا لو نقرنا وسحبنا. تمام? او دورنا. رح يكون معي شبيه بالاضاءة. كنترول زائد زيد. خلني توجه الان الى الحركات وبنختار من التأثيرات بنختار البرم. تمام? رح اسكر جزء التنسيق ومنفعل جزء الحركة. رح نتوجه الى تنسيق او نتوجه الى تأثيرات الحركة عفوا نجي الى المقدار. المقدار انا ما نحتاج يكون الدورة عندي اياه بتلافمية وستين درجة. خلني اختار ولا تكون عندي اياه اربعين خمسة واربعين درجة. وبضغط على انتر. خمسة واربعين درجة. ومنعمل الى عكس تلقائي. عكس تلقائي. الصراع خلي يكون عندي اياه بطيء والتكرار حتى نهاية الشريحة. خلنا نشوف التأثير كيف صار معنا. لاحظ التأثير خمسة واربعين درجة. تمام? وراح يريد يرجع بعكس تلقائي. بختار لالة كونترول زائد دي. يعني تكرار حركة تانية. حركة تانية. الان نحن الان لو شغلنا هذا التأثير الاول فقط. هذا التأثير. رح يشوف حركته على اليمين. انا التاني محتاج يكون حركته على اليسار. فبتوجه الى خيارات التأثير نفس المبدأ. نجي لهون. وبنتوجه الى المقدار. رح نشوف عندي هون ان الحركة رح تكون باتجاه حركة على قارب الساعة. اما هون بعكس الاتجاه. فبنقر الان على عكس الاتجاه وبنقر على موافق. رح نشوف تحرك معي شو? بالعكس. بمعنى الان نحن لو شغلنا. خلني اختار هون عندي يكون مع السابق. وعندي ايضا يكون هوني مع السابق. خلني اموضع الشكل اول هون. والشكل التاني يكون عندي اياهون. تمام? يا احباب القلب. لان نحن لو شغلنا. رح نشوف الشكلين كيف عبروا عن الاضاءة. تمام? بين زاوية خمسة واربين درجة. ويرجعوا مرة تانية. والتكرار رح يضلوا موجود بهذا الشكل. انا محتاج المنطقة السفلية هاي المنطقة. تمام? اغطية. يعني اعطي ايحاء الاضاءة يكون طالع من من بين الابنية. فلهيك انا بجيب الصورة يلي قمنا بتفريغة بختار كنترول زائد سي. وبجي لهون كنترول زائد في. فقط احن رح نموضع الموضع الصورة. فوق الاشكال يعني رح نطابقها. مع بعض البعض. تمام? لاحز لان احنا بس عملنا التطابق. نتأكد منا مرة تانية. تطابق مية بالمية شغال معنا. تمام? يا اصدقائي. هذا التطابق سأصر معنا مية بالمية الاشكال طبقناهن. وخلني اختار من قائمة تنسيق. نقل الى الخلفية. نقل الى الخلفية. تمام? نفس المبدأ انا بنقر على الشكلين هدول وبعطيه نقل الى الخلفية. لحتى يكونوا معنا خلف الصورة اللي نحن قمنا بتجزئتها او تفريغها عفوا. الان نحن لو شغلنا اي حال حركي رح يكون متل ما انا شايفين الاضاءة رح يكون من بين الابنية. وهيدي الخضعة البصرية البسيطة والجميلة. رح نكمل ونعمل بعض الاضاءات للابنية الطويلة. كيف رح نشتغلها? خلني اتوجه الى ادراج ومن اشكال رح اختار قطعة مستقيمة او خط فقط خط رسم عادي. تمام? خلني انقر على هذا المكان. وليكون مسلا عندي اياه من هون. جزء العلوي مسلا هذه البناية من هون. تمام? خلني اكبرها شوي. لحتى يكون واضح معنا. تمام? وبنكر مع السحب لحتى يكون معي مسلا بهذا المكان. الاطار خلني اللونه او الخط لونه بلون ابيض وبنكر باليمين وبتوجه الى تنسيقات الشكل. رح نسكر جزء الحركة حاليا وبتوجه الى التأثيرات. في عندي شيء اسمه توهج. خلني اختار احد الوان الدواهج. تمام? اما النورمال اللي هي جازة او انت فيك تختار اي لون بتحب تغير له اللون. خلني اختار ويكون على سبيل المسال التواهج رح يكون معي مسلا بهذا اللون. تمام يا اصدقائي? قللنا شافية شوي. تمام? والحجم كمان شوي. رح حدد الخط المستقيم او الاضاء اللي احنا رسمناهم. وبتوجه الى حركات وبنختار من تأثيرات الحركة مزيد من تأثيرات التوكيد. وخلني اختار رمش. تمام? طيب انكر على موافق وبتوجه الى خيرات التأثير. نحن تكون معي مع السابق. تمام? اه ويكون معي التوقيت واللي يكون عندي اياه مسلا متوسط والتكرار حتى نهاية الشريحة. تمام يا اصدقائي? خلني نعمل موافق. تمام? ونشغل العرض ونشوف كيف رح يصور معنا الاضاء. لاحزة الاضاءة اللي هون. الرمش الموجود بهذا المكان. الاضاءة بتشغل وتطفي. هذا هو المعنى منها. لا رح نعدل الرسم. وصار معنا جاهز مع الحركة. اختار الى هون. تمام? وبختار كنترول زائد دي. بنسحب التانية لهون. ايضا كنترول زائد دي. وبنسحب القطعة لهون. كنترول زائد دي. وهاي القطعة رح تكون معي هون. وكنترول زائد دي. ومنحرك القطعة هاي او النهايتة تكون معي. بهذا الشكل. وكنترول زائد دي. وبتكون معنا هون. وكنترول زائد دي. وبتكون معنا بهاي المنطقة. الان احنا لو شغلنا راح نشوف الاضاءة على الشكل كيف صارت مع انا او على المسطح البنائي كيف صارت معنا. تمام? انا عمالي بعطيك الفكرة وفيك تزين حسب الصورة يلي عندك. الان خلني اختار من احد القطع تكرار نسخة تانية. نخليها هون مسلا. تمام? وبتوجه الى تنسيق الشكل. وراح نغير اللون الخاص بي. التوهج خلي يكون معاي مسلا هذا اللون. تمام? طيب. الان بسحب الخط على طول البنائي. متل ما انا شايفين. وبختار كنترول زائد دي. وخلي يكون معانا الخط التاني او الطرف التاني. بهايدي المنطقة. تمام? وبنختار كنترول زائد دي. راح نجعل البداية تكون معانا هون. والنهاية تكون معانا بهذا الشكل. كمان البداية هون. والنهاية تكون معانا بهذا الشكل. انا عمالي بشتغل بسراعة. بصراحة بحاول ان يعطيكم فقط موضوع الفكرة اي كنا جاهزة. تمام? ايضا راح نختار كنترول زائد دي. لهذا الشكل. وخلني اغير كمان موضوع لون التوهج. نجعل التأثيرات. وعندي هذا اللون وخلني اختار وليكن عندي اللون الاصفر. تمام? راح نقلل ارتفاع شوي. نجعل البداية بهذا المكان. تمام. طيب وبرجع بختار كمان منه كنترول زائد دي. نسخة تانية. تكون معانا بهذا الشكل. يا اصدقائي. تمام? وكنترول زائد دي. تكون معي البداية هون. والنهاية راح تكون معانا بهذا الشكل. بالضبط. الان احنا لو شغلنا العرض. تمام? بكل بساطة. راح نشوف البنايات كيف عمالة بتمض او الاضاءة المركبة عليها. ورح نشوف الاضاءة الموجودة عنديها بين الابنية. تمام? هاي دي الاضاءة المتحركة بزاوية خمسة واربعين درجة. فيك بكل بساطة تعمل شوية واحية للصورة. بهذا الشكل ببساطة بعض الاشكال البسيطة. تمام? فقط موضوع التركيب الاشكال في موضع بسيط باكتر دقة. تمام? اه يعطي الجمالية بشكل اكتر. فانا سمحوني ان استعجلت بموضع اه الاشارات. صف عليك موضوع فقط ترتيب النصوص ووضع اللوغو. واصبح المدخل الخاص بمشروعك او بالعرض التقديمي اللي انت عم تصممه بشكل جدا جميل ورائع للغاية بادواء جدا بسيطة. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع ولاق فيكم كالمعتاد فتكرما ما تنسوني من التفاعل والدعم ترجو عنيكم الخير والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة